السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة في برنامجنا كل يوم قصة تعرفوا هي أعظم محاكمة في التاريخ؟ من وجهة نظري المحاكمة دي أعظم محاكمة في التاريخ طب قبل ما نشوفها بس لو أنت أول مرة تشوفنا يالك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد تعالوا نشوف القصة بتاعت النهض كان في أيام الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية المسلمين فتحهم آسيا الصغرى آسيا الصغرى دي اللي هي تقريباً روسيا لوقتي خلاص؟ فتحوا آسيا الصغرى وكان من ضمن الفتوحات مدينة اسمها سمرقند فتحها القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي القائد ده كان ليه فضل كبير وكان قائد عظيم جداً يعني من قواد اللي في الإسلام مشهورين جداً زي خاند بن عيد عقبة بن نافع طرح بن زي الناس المشهورة جداً كان من ضمنهم قتيبة بن مسلم تمام؟ فتح مدينة سمرقند ولكن كان فيه خطأ وقع فيه القائد العظيم ده إيه الخطأ؟ إنه هو ما أمهلش المدينة التلاتة أيام اللي هم يعلنوا إسلامهم أو يقبلوا بدفع الجزيرة ولكن اقتحم المدينة على طول وفتحها خلاص؟ فلما فتحها عاش بقى المسلمين جوا سمرقند والناس بدأوا يعيشوا ويجبوا من المسلمين من الشام ويجبوا من العراء وكان يعيشوا في سمرقند فالكهنة وأهل سمرقند بدأوا يعرفوا تعاليم الإسلام وبدأوا يعرفهم إنه مفروض لما تخش مدينة لازم الأول يأما تطلب منهم يدخلوا الإسلام ما قابلوش بالجزيرة ما قابلوش بالجزيرة يعني الحل الثالث اللي هو الحرب وتعمل ثلاثة أيام يعني ده الطبيعي اللي كان ماشيين بالمسلمين في فتح البلدان فعرف كده الكهنة بتوعهم وأهل سمرقند فاتفقوا إنه هم يروح يشتكم القائد قتيبة إلى خليفة المسلمين خلاص فاتفقوا على خليفة المسلمين إنه يبعثوا لخليفة المسلمين كان مين خليفة المسلمين أيامها؟ كان عمر بن عبد العزيز أو خامس الخلفاء الراشدين تمام أو جايبين رسول بعتوا منهم رسول وكتبوا له في الورقة بتاعته في الرسالة إن نفس الكلام اللي قلنا ده إنه هو دخل غازيا وما قالهمش يدخل الإسلام أو عرض عليهم الجزية تمام؟ وبعد كده الرسول ده قعد من بلد لبلد لحد ما وصل يخش في بلد لحد ما وصل لدمشق فطبعا طبيعي دمشق عايز يروح بقى قصر الخلافة فطبعا لازم يروح لده أعظم بناء في المدينة أكيد هو بتاع الخليفة فرح تلاقي كده أعظم بناء فدخل هتلاقي نس بتصلي الله أنتوا بتصليوا يعني هم ما الفين الخليفة قالوا خليفة إيه؟ قائد اللي بقالك ده جامع أنت جاي جامع ما هوش هنا فطبعا الراجل جامع قالوا أنت صليت قال لهم لا ما بصليش قال لهم ما أنت مش مسلم قال لهم لا والله هنا على ديانة أهل سمرقند يعني أنا ديانة سمرقند بس ما أسلمتش المهم من الناس اللي كانوا موجودين في المسجد والعلماء اللي كانوا قاعدين ساعتها ما سابوش الراجل الرسول ده قال لهم قاعد يعلموه قاعد يقولوله وكلام من ده لحد ما الراجل أسلم ودخل في الإسلام ونطق الشهادتين واغتسل وصلى في المسجد وانطلق إلي الخليفة فبقيل لو أحد فين الخليفة قال له بصلي فيها نهاية الشارع هتلاقي منزل من الطين هو ده فى الخليفة خلاس فراح فراح في المكان اللي وصفه الراجل فتلاقى راجل البيتو كده في حتة الطين بيزبطها كده بيعديلها وذوقته بتناولوا الطوب والطين عشان يزبط البيد فبص كده هو ده الخليفة أما راجعته الراجل يا عم ايت و قولك أعيز الخليفة بقولك أنا عايز الخليفة مش عايز راجل طيان يعني راجل بيعمل طين قال له ما هو أنا الخليفة أمير المؤمنين قال له هو هذا الخليفة أمير المؤمنين قال له آه عمر عبد العزيز فطبعا لما رح أما راجل تاني فطبعا خبط على الباب قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له أنت الخليفة يعني قال له أنا أمير المؤمنين قال له أنا عمر عبد العزيز فأم وري الرسالة فقرأ الرسالة وزعل جداً بقى من عمر بن عبد العزيز قام جاي بالرسالة قلي بالرسالة وقام عمل كتب كده بإيده على الرسالة من وراء من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عاملنا في سمرقند يعني إلى الوالد بتاعنا اللي احنا عينها فين في سمرقند أقيم قاضياً يعني أقيم قاضي يعني يعمل قاضي يحل المشكلة دي اللي بين أهل سمرقند ومين والقار أهل الرسول طبعاً راجع وهو بيبص في الورقة كده اللي كتبها اللي كتبها مين عمر بن عبد العزيز بيقول والله يعني لولاً إني خشيت إن أنا أهل سمرقند أحكي لهم على كده ويقول عليها مجنون كنت هرمي الورقة يعني أنا جاي لخليفة الخليفة كتب لي ورقة إن أقول له هناك الوالي اعمل محاكمة عشان نحاكمك أو نحاكم الجيش فالراجل فكر إيه لو يقولوا علي إن أنا موصلتش الرسالة أو إن أنا خاين للأمان أو للرسالة كنت رميتي الورقة لإنه مهاش مصدق خلاص أمراجع بالرسالة تاني المين لأهل سمرقند أو الكهنة اللي موجودين هناك خلاص فأجات الرسالة وقاروها هيعملوا إيه خايفين جداً أو راحين للوالي أو العامل أو اللي بيحكم إيه سمرقند اللي هو العامل المسلم أو الأمير المسلم اللي بيحكم إيه سمرقند خلاص فأول ما تدول الورقة كده أم بصص فيها وأم عين قاضي اسمه جميع بن حاضر جميع بن حاضر عينه عشان يحكم كان طبعاً قائد الجيش قتيبة ابن مسلم توفاه الله ومسك بعده خليفة ليه أو مسك بعده قائد داني للجيش أم جميع جايب الخليفة اللي هو جايب خليفة قتيبة وجاب أهل سمرقند وقال له يا فلان ماذا تقول في كذا أن أنتوا عملتوا دخلتوا هنا غازياً وأنك ما قلتش دخولوا في الإسلام ما قلتش الجزية ودخلت على طول قال له حصل حصل يا سيادة القاضي قال له حصل قال له آه ولماذا فعل قتيبة زالك قال له والله أرض سمرقند كانت أرض خصبة خلاص وخوفنا أن احنا نبلغهم فياخدوا مننا الحزر والحيطة وكانت الطريق اللي سمرقند صعب جداً والبلدان اللي حواليها كانت صعبة جداً في الفتح عشان كده احنا استغلنا الفرصة ودخلنا على طول قال له والله إحنا كن إحنا القاضي قال له إحنا مجاهدين في سبيل الله يعني إحنا بنجاهد في سبيل الله ما إحناش جايين الأرض فتحاً أشراً وبطراً يعني إحنا مش جايين نقشير يعني شر وبطر على الناس إحنا جايين جهاد في سبيل الله القاضي جميع ابن حاضر قال لخليفة قتيبة كده اخرجوا من هذه البلاد خروجوا من هذه البلاد ده جيش فتح البلاد ده احنا فتحناها عشان الاسلام تزيد الدولة الاسلامية حكم القاضي وخروج جيش المسلم والمسلمين كلهم يخرجوا من ارض سمرقند معقولة طيب يا عم هنفس كلامه؟ اه نفسه كلامه اهل سمرقند ممرش عليهم الليل الا والمسلمين كلهم شايلين الرحال بتاعتهم والجيش كله خارج بره سمرقند اخدوا رحالهم ومحتلهم والرحال كلها وبدأ في جلبة في المدينة في ايه المسلمين مشيين؟ المسلمين مشيين؟ ازاي اتحكم انهم يمشوا؟ خلاص وخرجوا بره المدينة خالص فاهل سمرقند سمرقند لما تلاقوا كده قالوا مش ممكن ايه الدين ده؟ يعني ازاي ينفذوا امر انهم يخرجوا من المدينة بعد ما احتلوا المدينة طبعا هانس امرقند عاشوا ويلات كتير لاني كان المقول قبل كده احتلوا المدينة وكانوا شافوا منهم الويلات كانوا عارفين معنى احتلالهم معنى ان بلد بتاعتهم تقتصب او تتاخد فلما يجايش مسلم ياخدها واتحكم ان اخرجوا يروح خارج ازاي؟ ازاي؟ وانتو بتنفسوا كده ازاي؟ قال لك ده تعاليم دينا واحنا ما لتزمناش بتعاليم الدين بتاعنا فلازم نسمع كلام القاضي وننفذ الحكم اللي تقال العدل وننفذ الحكم العدل وخرجوا برا المدينة خلاص فاهل سمرقند هم اللي خرجوا لهم بقى يعلنوا الاسلام لا ده احنا دين بهذا الحجم وهذه النجاح وهذا القوة لازم ندخل فيه ودخل اهل سمرقند الاسلام حتى من قبل هم كانوا يعرضوا عليهم تاني يعني كانوا مفروضة يعرضوا عليهم تاني الاسلام ولا جزة ولا نحاربكم لا ده هم اهل سمرقند خرجوا ليهم يعلنوا اسلامهم ان دين عظيم بهذا الحجم يجب ان يتبع ودخل اهل سمرقند كلهم في في الاسلام معلومة بس اهل سمرقند دي الوقتي اللي هي اوزباكستان طبعا غزها الجيش الروسي طبعا هي كانت معروفة بسمرقند وغزها الجيش الروس 1918 واحتلها وفضلت محتلة حاد من هر للتحالي السوفيتي وخارج استقلالها بقى تسمى الوقتي اوزباكستان جمهورية اوزباكستان تمام هي تبقى العبرة من قصة النهارد ايه العدل ونفزهم حكم القاضي اللي هو قال بالعدل وكان ورام الخليفة الخليفة او امير المسلمين عمر بن عبد العزيز او خامس الخلفاء الراشدين رحمة الله عليهم جميعا قصة النهارده قصة جبيلة جدا لان دي بعتبرها اعظم محكمة في التاريخ وما استغرقتش لقايق اعظم محكمة خلت جيش اخد بلد يسيبه ويمشي تخيل خلت جيش اخد بلد يسيبه ويمشي طاعتا لله عز وجل وطاعتا للقاضي وامر القاضي والحكم اللي حكمه القاضي لانه كان يحكم بالعدل العبرة التانية ان اسلام دين عظيم لم ينتشر ابدا بحد السيف ولا غزاء ولا مستعمرين الارض ولكن كانوا جهادا ودعاة لله عز وجل وده كانت العبرة من قصة النهارده لو عجبك الفيديو ما تجدش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس انه وصلك ايه كل جديد وقاليت تقنى رأيك في التعليقات ولو عايز اي حاجة جديدة او محتوى جديد مننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته